موسيقى سكوبس هو موسيقى الفكرة أن نحن ندرب طلوب صيدالة على المجالات التي يمكن أن يعمل فيها بعد أن يتخرجوا لأن الفكرة هي كثيرة جداً ممكن أن يقف مصنع أو يكون منذوب أدوية أو كذا فكرة هو الطالب يكون داخل عنده فكرة غلطة أن يقف صيدالية فنحن نحاول نربط له ما بين اللي هو دراسته وبعد ما يتخرج هيبقى إيه عشان مش أهم حاجة بس التأدير هو في حاجات كثيرة مهمة أكتر من التأدير بس فإحنا ندربه عشان لما يتخرج يكون فاهم هو مفروض يعمل إيه أو يكون واخد فكرة عن كل مجالات العمل عشان يبقى شايف أو يبقى عرف هو شايف نفسه فين أكتر فأنهي مجال يعني عشان بس يكون مقرر قوليلي رغض الأول كده أنت أصلاً في سنة كام في الكلية أنا عديدة استقبل سنة أول سنة والذي كانت عندكم من زمان محمد الفكرة دي كانت موجودة من قبل كده احنا مجرد بنكمل الحاجات اللي موجودة الناس عملها قبل كده احنا بنشتغل عليها طب إيه أهم الأنشطة اللي أنتو بتعملوها في الفريق في فريق سكوبس هو احنا بنغطي زي ما قلنا الجاب اللي رغضة بتتكلم عليها ما بين الحاجات اللي هي الساينس أو الساينتيفك وما بين الشغل اللي موجود بندي من خلال سكوبس أكاديمي دي زي أكاديمي بيقى فيها ستة ورش عمل أو ستة ووركشوبس بيبقوا بيغطوا الستة مجالات اللي ممكن الصيدالي اللي لما يتخرج يشتغل فيهم من خلال حاجة تانية اللي هو كان لسه خلصان يوم الخميس اللي فات بنجيب في كل الشركات بيبقوا للجراديوتس للأندر جاديوتس يأخدوا ترينينج وفيكنسي ستة جابس للناس اللي هي اللي متخرجة طيب هل الأكاديمية دي مقابل فلوس؟ يعني اللي بيدخل الأكاديمية بيدفع فلوس ولا أنتوا عملانها مجانا؟ لا هو الوركشوبس بصراحة هي الوركشوبس بيدفع فيها فلوس للناس اللي هتدي ساشنز وكده إنما لو بقى بيكون برضو حاجات احتفالات للطلاب مثلا في أول سنة سكوبس وآخر سنة سكوبس ولو في زيادة بيبقى كل المستشفات يعني في التارثين يعني سكوبس نفسها مش بتكسب حاجة مهم